مر عام على اولى محاولات السيطرة على مدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرة من قبل ميليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيا واسفرت انذاك عن سقوط قتيل وعدة جرحة غير ان قوات الجيش استطاعت حينها صد هجوم الميليشيا وافشار محاولة اقتحام مدينة حديبو كما نتج عن المواجهات اتفاق برعاية تحالف السعودية والامارات على ان تقوم القوات السعودية بتأمين المدينة ومرافق السلطة المحلية مقابل انسحاب عناصر الميليشيا وعودة وحدات الجيش الى مواقعها الا ان ذلك الاتفاق ظل حبرا على ورق وبدى تمهيدا لاسقاط سقطرة في يد الميليشيا وعسكرة الحياة المدنية فيها كانت مواجهة الاول من مايو 2020 اذا بداية انفراط عقد السلام في الارخبيل واذانا بفتح فصل جديد في تاريخ الجزيرة انتهى بسقوطها في يد الميليشيا وبدء زمن تنفيذ مخطط الاطماع الاماراتية وكلما توترت الاوضاع في سقطرة وتوسع نفوذ الامارات اقتصر الدور السعودي على تقديم الوعود للحكومة اليمنية وحتى بعد الاتفاق على الية تسريع تطبيق بنود اتفاق الرياض استثنية الجزيرة وظل ابناؤها حتى اليوم يواجهون وحدهم انتهاكات ميليشيا الانتقالي فيما تواصل الامارات استحداثتها العسكرية والسطوة على القطاعات الحيوية في الجزيرة